أعلنت صحيفة ياني شفق التركية والمقربة إلى الحزب الحاكم أن الأجهزة الأمنية التركية تمتلك فيديوهات للحظة دخول الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى قنصلية بلاده ولحظة قتله فيما قالت شبكة CNN ترك أنه جرى تعرف هويات سبعة من المشتبه في تورطهم في اختفاء خاشقجي بعدما صورتهم 150 كاميرا مراقبة توزعت في محيط القنصلية ويأتي ذلك فيما أكد السيناتور بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه اطلع على معلومات استخبارية سرية من داخل الكابيتول عن اختفاء خاشقجي تشير إلى مقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر أمريكي مطلع قوله أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات بين مسؤولين سعوديون يناقشون فيها خطة للقبض على الصحفي السعودي ولم يتضح ما إذا كان الهدف هو اعتقال خاشقجي فقط أم قتله مضيفا أن المسؤولين السعوديين كانوا يسعون لاستدراجه إلى السعودية وأشارت واشنطن بوست إلى أنه ليس واضحا هل حذرت السلطات الأمريكية خاشقجي أم لم تحذره بناء على هذه المعلومات كما قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول تركي كبير قوله أن المسؤولين الأمنيين الكبار في تركيا توصلوا إلى أن جمال خاشقجي جار اغتياله في القنصلية السعودية في اسطنبول بناء على أوامر عليا جاءت من الرياض وأضاف المسؤول أن خبيرا بتشريح الجثث كان من بين السعوديين الذين أتوا خصيصا لهذا الغرض على متن طائرتين خاصتين وقد جار الاغتيال بحسب الصحيفة الأمريكية وفقا للمسؤول التركي في عملية سريعة ومعقدة في غضون ساعتين من وصوله إلى المبنى وجرى تقطيعه بمنشار كبير جلبه الفريق الذي أتى من السعودية وأورا صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن صحيفة صباح أن الفريق التركي العامل بالقنصلية السعودية منح إجازة عاجلة في الثاني من الجاري اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية والذريعة كانت أن هناك اجتماعا ديبلوماسيا مهما وعلى الرغم من كل هذه الاتهامات إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السعودية باستثناء ما كان قد أكدته الخارجية التركية من أن السعودية سمحت لأجهزة الأمن التركي بتفتيش مبنى قنصليتها في اسطنبول وأبدأ استعدادها للتعاون في عمليات التفتيش ترجمة نانسي قنصلية